اشتركوا في القناة وهذا في مادة علم فزيائية وتكنولوجيا وكما عودتكم دائما أي سيد تلميذ أن كل النماذج التي أضعوها تجدون نفسها في الفروض والاختبارات وسأضع لكم رابع تحميل هذا الموضوع في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو نبدأ على بركة الله بالتمنين الأول لاحظ مخطط الضار الكهربائي الموضح في الشكل إذن لدينا الشكل وحتم العناصر المرقمة إذن هذا التمنين يوضح بكثرة في الاختبار معناه يجب أن تركزوا فيها أي ساية الأمين تسمية العناصر إذن نبدأ بأول عنصر نبدأ بالتمنين الأول السؤال رقم واحد نبدأ بأول عنصر العنصر الأول ماذا يمثل إذن يمثل إما نقول إما بطارية أو مولد كهربائي أو ماذا أيضا أو عمود كهربائي عمود كهربائي نفس التسمية ايما بطارية او مولد كهربائي او موت كهربائي الان العنصر الثاني ماذا يمثل العنصر اثنان يمثل قاطعة ولكن مغلقة نقول قاطعة مغلقة قاطعة مغلقة ثالثا او العنصر الثالث ماذا يمثل مصباح كهربائي ضائرة في وسطها العلامة اكس اذا مصباح كهربائي العنصر اربعة الان ماذا يمثل العنصر أربعة دائرة في وسطها A معناها جهاز الأمبير متر هنا العنصر رقم خمسة دائرة في وسطها V إذن جهاز خمسة جهاز الفولت متر معناها A أمبير متر V فولت متر ممتاز السؤال الثاني ما دور العنصرين أربعة وخمسة العنصر أربعة وهو جهاز الأمبير متر ما هو دوره دوره هو قياس شدة التيار كهرباء المار عبر الدارة إذن دوره قياس شدة التيار كهرباء المار عبر الدارة إذن إثنان دور العنصر ماذا أربعة بين قوسين جهاز الأمبير متر هو قياس ماذا شدة التيار الكهربائي E المعرفي الدارة أكيد رمزها E إذن قياس شدة كهربائي المعرفي الدارة إذن العنصر رقم 5 ما هو دوره قياس توتر كهربائي ولكن بين طرفين ماذا هنا بين طرفين مصباح لو وضع بين طرفين بطارية نقول قياس توتر كهربائي بين طرفين بطارية إذن نقول دور العنصر 5 جهاز الفورت هو قياس التوتر الكهربائي بين طرفين المصباح والتوتر كهربائي نحن نعلم بأن رمزه E إذن هكذا بالحجم الكبير ممتاز رابعا كيف يربط كل من العنصرين 4 و 5 العنصر 4 أو جهاز الأمبيرمتر دائما يربط كما نلاحظ مع ناصر الضارة على التسلسل العنصر 5 على التفرع إذن ثالثا العنصر 4 يربط على العنصر إذن 4 يربط على التسلسل والعنصر 5 يربط على التفرع إذن هذه طريقة فيما يخص طريقة الربط رابعا كتب على العنصر 3 أين هو إذن مصباح كهربائي الدلالتين مئة واط مئة وعشرون فورط ماذا تعني هاتين الدلالتين إذن سؤال 4 ألف ماذا تعني أي سأتلمي الدلالة مئة واط تعني استطاعة تحويل الطاقة الخاص بالمصباح إذن مئة واط لماذا لأن وحدتها الواط ووحدة الواط هي وحدة الاستطاعة إذن استطاعة تحويل الطاقة الكهربائية أكيد إذن مئة واط استطاعة تحويل الطاقة الكهربائية ثم مئة وعشرون فورط ماذا تعني أعيزي التلميذ مئة وعشرون فورط الفورط عندما نقرأ قيمة بالفورط معناه التوتر الكهربائي الخاص بالمصباح معناه يجب أن يكون توتر الكهربائي أو توتر تشغيل هذا الكهربائي مئتين وعشرون فورط إذن التوتر الكهربائي يكفي كتابة التوتر الكهربائي إجابة صحيحة إذن باء أحسب الطاقة التي يستهلكها خلال واحد ساعة وخمسة عشر دقيقة بالجول إذن سنقوم بحسب الطاقة التي سيستهلكها هذا المصباح خلال ساعة وخمسة عشر دقيقة بالجول جيد إذن باء إذن بيك لدينا قانون رئيسي ماذا تسوي أ على تيك الاستطاعة تسوي الطاقة على الزمن ومنه نحن نريد حسب ماذا الطاقة أ ماذا يسوي يسوي الاستطاعة في الزمن الآن أ تسوي نريد حسب الطاقة بالجول الطاقة أ بالجول حتى نجد الطاقة بالجول يجب أن تكون الاستطاعة بماذا بالواط والزمن بماذا بالثانية أعزاء التلاميذ الاستطاعة بالواط إذن لدينا بالواط لا داعي لتحويلها إذن مئة واط في الزمن كم لدينا واحد ساعة وخمسة عشر دقيقة يجب أن نحولها إلى ماذا إلى الثانية إذن واحد ساعة كم فيها من ثانية أعزاء التلاميذ فيها ثلاث ألاف وستمائة ثانية كل واحد ساعة فيها ثلاث ألاف وستمائة ثانية أيضا واحد دقيقة واحد دقيقة كم فيها من ثانية أعزاء التلاميذ فيها ستونة ثانية الآن واحد ساعة وخمسة عشر دقيقة مينيوت كم تساوي كلها من ثانية واحد دقيقة واحد ساعة و 15 دقيقة كم فيها من ثانية إذن واحد ساعة فيها 3600 إذن نكتب 3600 زائد واحد دقيقة في 60 ثانية معناها بين قوسين 60 ثانية في كم في 15 لأن كل دقيقة 60 ثانية 15 دقيقة كم فيها فيها 15 في 60 وتساوي من الآلة حاسبة 3600 أو نقوم بحساب أولا من الأفضل 60 في 15 60 في 15 كم تساوي زائد 3600 كم تساوي 4500 إذن نكتب 4500 الآن نعوضها هنا 4500 ثانية تساوي إذن القيمة 4500 سنقوم بضربها في 100 كم تساوي إذن 450 ألف ماذا جول إذن قمنا بحساب طاقة بالجول ننتقل الآن إلى التمرين الذي يليه التمرين الثاني يحتوي منزل محمد على العناصر الكهربائية التالية تمرين مهم جدا أيضا مبرد 200 واط فرن كهربائي 1000 واط وتلفاز 200 واط وميكوات 1000 واط وثلاث مصابيح 100 واط وثلاجة 1000 واط وكمبيوتر 200 واط وسبعة مصابيح 75 واط معناه لديه ثلاث مصابيح من 100 واط وسبعة مصابيح 75 واط ومجفيف شعر 300 واط ومدفاة كهربائية تحتوي على ثلاث مسخينات استطاعة كل واحد منهم هي 600 واط معناه تمرين رائع جدا واحد إذا علمت أن الاستطاعة التي توفرها شركة سونانقاس لهذا الزابون هي 6 كيلو واط أحسب الاستطاعة الكليا للأجهزة إذن حساب الاستطاعة الكليا للأجهزة إذن التمرين الثاني التمرين الثاني واحد إذن حساب الاستطاعة الكلية للأجهزة ما هو رمزها؟ استطاعة الكلية total ماذا تساوي؟ نبدأ بأول استطاعة سنقوم بحسابها أولا بالواط ثم نحولها إلى كيلواط حتى نقارنها مع كيلواط إذن لدينا 200 زائد 1000 إذن نكتبهم 200 واط زائد 1000 سأكتب بدون الوحدة حتى لا أطيل زائد 200 زائد 1000 أخرى إذن زائد 200 زائد 1000 زائد ثلاث مصابيح 100 واط معنى ثلاثة في 100 كم؟ 300 مباشرة زائد 300 زائد ثلاجة ألف وكمبيوتر مئتان إذن زائد 1000 زائد مئتان إذن زائد ألف زائد مئتان زائد 7 مصابيح 75 معنى 7 في 75 كم؟ من الأفضل أن نستعمل آلة حاسبة إذن 7 في كم؟ 75 كم؟ إذن 525 زائد 525 زائد كم؟ مجفف شعر 300 إذن زائد 300 زائد مدفاة كهربائية فيها ثلاث مسخنات كل واحد من هذه مسخنات 600 معنى 600 في 3 إذن حتى لا نخطئ أعزائي التلاميذ دائما 600 في 3 كم؟ 1800 زائد 1800 نقوم بعملية تجمع الآن ودسل إذن 1800 زائد 300 زائد 525 525 زائد 200 زائد 1000 زائد 300 زائد 1000 أخرى زائد 200 زائد 1000 وفي الآخر زائد 200 إذن كم المجموعة إذن 6525 إذن 6525 إذن 6525 تأكدوا من إذا كانت النتيجة صحيحة بالآلة حسيبة إذن 6525 واط نحولها إلى الكيلوواط مباشرة ماذا نفعل؟ قسمة 1000 كم تساوي إذن 6.525 كيلوواط لأننا للتحويل من الواط للكيلوواط نقسم على 1000 إذن نتأكد قسمة 1000 إذن 6.525 ممتاز الآن هذه القيمة نقارنها مع قيمة P&D إذن هذه القيمة أكبر من 6 كيلوواط لأن P&D كما نلاحظ قدمتكم 6 كيلوواط أكبر من 6 كيلوواط السؤال المطروح الآن هل يمكن لمحمد أن يشاغل كل هذه الأجهزة الكهربائية في نفس الوقت؟ علل إذن ماذا نكتب له أعزائي التلاميذ؟ لا يمكنه لا يمكنه تشغيل كل هذه الأجهزة في نفس الوقت التعليل لأن الاستطاعة المتوسطة المتوفرة ماذا أعني بها؟ معناه 6 كيلوواط معناه P&D الاستطاعة التي تقدمها شركة النقاس لكل المنازل تقريبا أكبر عفوا أصغر من القيمة أو من قيمة الاستطاعة الكلية للأجهزة ممتاز من فضلكم أعزائي التلاميذ لا تنسوا الضغط على زر إعجاب الفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين وتعمل فائدة إذن أظن أن هذا سؤال مفهوم P&D أصغر من قيمة استطاع كلي الأجهزة سؤال الذي يليه اقتري حلين على محمد لكي يتمكن من تشغيل كل أجهزة في نفس الوقت إذن حتى يستطيع تشغيل كل أجهزة في نفس الوقت الأول حل أول حل إذن رقم ثلاثة سؤال ثلاثة أول حل الطالب من شركة سونالغاز الطالب من شركة سونالغاز رفع ماذا؟ الاستطاعة المتوسطة المتوفرة إذن طالب من شركة سونالغاز رفع الاستطاعة المتوسطة المتوفرة معناها P&D معناها رفع قيمة P&D معناه يقوم برفعها أكبر من 6 كيلوات الحل الثاني أعزائي التلاميذ إذن هو استعمال مصابيح اقتصادية كما نلاحظ أن المصابيح الثلاثة استطاعتها كبيرة إذن من الأفضل أن يستعمل مصابيح اقتصادية مثل المصباح الفلوري مثل المصباح الفلوري وأيضا لا يشغل أجهزة التي لا يحتاج إليها معناه يشغل الأجهزة الضرورية فقط لا يشغل الأجهزة التي لا يحتاج إليها وبإمكان التلاميذ أن يكتبوا معناها اقتراحات أخرى كل تلميذ وعلى حسب ذكائه السؤال الذي يليه شغل محمد في غرفته تلفاز ومبرد لمدة ساعة تلفاز ومبرد أين هو التلفاز أعزائي التلاميذ إذن نذهب نبحث على التلفاز إذن مئتان ورد إذن التلفاز مئتان ورد ومبرد أين هو المبرد؟ إذن أبحث على المبرد إذن مبرد أيضا مئتان ورد كم؟ لمدة ساعة وحسب الطاقة الكهربائية المحولة بهذين الجهازين بالواط الساعي ثم بالكيلواط الساعي سنقوم حسابها بالواط الساعي حساب الطاقة إذن ماذا أفعل لحساب الطاقة؟ عائزة التلاميذ إذن سؤال واحد إذن هذا سؤال واحد وهذه أسئلة تابعة له إذن الآن السؤال الثاني حساب الطاقة الكهربائية لدينا قانون أساسي وقانون فرعي القانون الأساسي أيسا التلاميذ بي يساوي أ على تي الاستطاعة هو الطاقة على الزمن ومنه الطاقة أ ماذا توي بي في تي طالب مني حساب الطاقة بالواط الساعي إذن يجب أن تكون الاستطاعة بالواط والزمن بالساعة إذن أ تساوي الاستطاعة استطاعة كل من التلفاز المبرد معا كم مئة زائد مئة كم أربعة ومئة مباشرة أربعة ومئة واط في الزمن كم واحد ساعة ويساوي كم أربعة ومئة في واحد أربعة ومئة واط ساعي إذن هذه هي طاقة الطاقة الكهربائية المحولة من طرف هذين الجهازين الآن بالكيلواط ساعي عايزة التلمين قاعدة تقول للتحويل من الواط الساعي إلى الكيلواط الساعي ماذا أفعل؟ أقسم على ألف معناها القيمة التي لدي أقوم بتقسمها على ألف إذن وتساوي أربعمائة قسمة ألف وتساوي كم؟ إذن أربعمائة قسمة ألف تساوي سف فاصل أربعة ماذا؟ إذن سفر فاصل أربعة كيلواط ساعي إذن قمنا بتحويلها إلى الكيلواط الساعي سفاصل أربعة كيلواط ساعي ممتاز أحسب تكلفة تشغيل الجهازين لمدة ساعة لأنه نريد حساب تكلفة مع الثمن إذا علمت أن الثمن الكيلواط ساعي الواحد هو إثنى دينار مباشرة لدينا القيمة بالكيلواط ساعي نقوم يضربها في إثنى دينار إذن حساب التكلفة ماذا أفعل؟ أكتب هكذا الثمن أو التكلفة يساوي سفر فاصل أربعة كيلواط ساعي القيمة التي وجدناها في ماذا؟ في كم ثمن كيلواط ساعي الواحد؟ إثنان دينار إذن في إثنان دينار جزائري كم أجدوها إذن تلميذ؟ أجدوها سفر فاصل ثمانية دينار جزائري سفر فاصل ثمانية دينار جزائري نتقل الآن إلى الوضع المجيئة وهي وضعية رائعة جدا وهذه الوضعية مخصصة للتلميذ الذين قد وصلوا إلى درس المقاومة الكهربائية إذن أراد تلميذ قياسة قيمة المقاومة لناقلين أوميين مختلفين الأول ألوانه واضحة والآخر ألوانه ممحوة ذلك بطريقتين بطريقتين مختلفتين حيث احتمد في الطريقة الأولى على الجدول الأدنى إذن من السندات لدينا جدول جدول فيه اللون وفيه رقم كل لون وفي الطريقة الثانية على جهازي الأمبيرمتر والفولتمتر انظر المخطط وسندت إذن انظر المخطط لدينا وضع هنا الأمبيرمتر ووضع جهاز الفولتمتر وقام بوضع رسم أو تركيب هذه الدار كهربائية إذن تلميذ المطلوب ولدينا هنا هارم يمثل أو مثلث يمثل القوانين التي سأستعملها إذن تلميذ المطلوب جدت قيمة المقاومة آر واحد للناقل أومي الأول ذاكرا شروعات اسم الطريقة الأولى للقياس إذن طالب مني حساب قيمة النقل الأومي الأول أو قيمة مقاومة النقل الأومي الأول ماذا أفعل عزائي التلاميذ لدينا قاعدة تقول أنه إذا كانت لدينا ألوان في المقاومة ماذا أفعل عزائي التلاميذ اللون الأول هنا لدينا ثلاث ألوان نراحض على اليسار ولون الوحيد يكون على اليمين يكون على اليمين إذن اللون الأول أعزائي التلاميذ ماذا يمثل؟ يمثل الرقم الأول المقاومة المقاومة بالفرنسية resistance الحرف الأول R إذن أخذ رمزها R تساوي الرقم الأول أو اللون الأول يمثل الرقم الأول نذهب إلى جدوى الألوان الأحمر كان رقمه 2 إذن أضع 2 ركزوا جيدا اللون الثاني أعزائي التلاميذ يمثل الرقم الثاني للمقاومة بنافساجي أذهب أبحث على البنافساجي معنى سهل جدا مثل لعبة أعزائي التلاميذ 7 أكتب 7 اللون الثالث يمثل أعزائي التلاميذ لون حلقة هو عبارة عن حلقة بني يمثل عدد الأصفار نذهب نبحث عن البني إذن البني هو 1 إذن كم لدينا من صفر؟ لدينا صفر 1 إذن نكتب صفر 1 لنفرض أن اللون الثالث كان السود إذن كم لدينا من صفر إذن لدينا صفر أصفار معناه لا نكتب أصفار هنا لا نكتب أصفار هنا نكتب صفر واحد هنا نكتب كم صفرين هنا نكتب ثلاث أصفار هنا أربعة أصفار إلى غيره والصفر واحد معناه في عشرة اثنان صفرين معناه في عشرة أس اثنان ثلاثة معناه في عشرة أس ثلاثة إلى غيره لأن الأس هو عبارة عن عدد أصفار جيد إذن مئة وسبعون الآن اللون الأخير الرابع لدينا يكون إما فضي إما ذهبي إما أحمر إما بني وهو يمثل دقة القياس إذن بعد أن نكتب الوحدة وهي وحدة المقاومة نكتب هنا زائد ناقص رقم بالمئة معناه دقة القياس الفضي دقة قياسه 10% يجب أن تحفظ هذا الكلام إذن 10% الذهبي 5% إذا كان ذهبي نكتب هنا 5% إذا كان أحمر نكتب هنا 2% إذا كان هذا اللون الآخر بني نكتب 1% زائد ناقص 1% هنا بما أنه في الضي إذن دقة القياس 10% وبالآخر تحصلنا على قيمة المقاومة والمهم هنا هو هذه القيمة وهي 270 أوم إذن جد قيمة المقاومة وجدناها للنقل أوم الأول ذاكي للإسم الطريقة الأولى للقياس إذن هذه الطريقة كيف نسميها نسميها شفرة الألوان شفرة الألوان معناها انطلاقا من الألوان التي هي عبارة عن شفرة نستطيع استخراج قيمة المقاومة إذن الطريقة الأولى تسمى شفرة الألوان أو 2 ألف أحسب قيمة المقاومة R2 أين هي إذن R ناقل أوم الثاني إذن هذه هي R2 مسمية أيضا طريقة القياس الآن لدينا مقاومة R2 لدينا التوتر الكهربائي بين طرفين مقاومة R2 6 فول لدينا شدة الكهربائي المار عبر المقاومة R2 E تساوي 0.603 أومبر الآن لدينا طريقة أو لدينا قانون نطبقه في هذه الحالة القانون يقول U تساوي R في E ما معنى هذا عزاء التلميذ إذن القانون يقول U تساوي R في E وهذا القانون يسمى بقانون أوم بين طرفين ناقل أومي بحيث E ما هي U هو التوتر الكهربائي بين طرفين كما قلت الناقل أومي و R هي ماذا قيمة المقاومة الكهربائية للناقل أومي و E ما هي شدة تير كهربائي المار في الناقل أومي انتلق من هذا القانون أعزاء التلميذ هل نستطيع استخراج R أم لا R لدينا U التوتر معلوم الشدة معلومة و نريد حساب المقاومة R ماذا تساوي الآن تساوي التوتر قسمة الشدة 6 قسمة 0.3 إذن و R وجدناها كم 200 الوحدة أوم الآن بالنسبة لدقة القياس لا نستطيع معرفتها انطلاقا من قانون أوم لا نستطيع معرفة دقة القياس المهم أن نكتب له قيمة المقاومة إذن كيف تسمى هذه الطريقة عزاء التلميذ تسمى طريقة أو قانون قانون بتطبيق نكتب بتطبيق قانون أوم بين طرفي ناقل أومي وهذه الطريقة تحتبر طريقة غير مباشرة الطريقة الأولى تحتبر طريقة تحتبر طريقة مباشرة الآن لدينا طريقة ثاليثة لم تذكر في هذا التمرين أعزائي التلميذ إذن الطريقة الثاليثة وهي طريقة مباشرة أيضا طريقة مباشرة لدينا طريقتين باستعمال شفرة الألوان أو باستعمال جهاز الأوم متر الأمبير قلنا الأمبير متر والفولت قلنا الفولت متر وحدة الأوم الذي يربط على التفرع عزائي التلاميذ بشرط أن تكون أو يكون ناقل أومي خارج دارة معناه نقوم بنزعه أولا من الدارة ونقوم بربط جهاز الفولت متر بين طرفيه ونقيس قيمة المقاومة وقد شرحت درس المقاومة شرحا مفصلا في فيديو سابق وقمت بالتجارب معناه باستعمال التجارب سأضع لكم رابطة شرح درس المقاومة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو باستنتج ألوان ناقل أومي الثاني معناه لدينا الآن قيمة ناقل أومي الثاني الآن نريد أن نستنتج أو نستخرج ألوانه إذن ماذا نفعل؟ نقوم برسم ناقل أومي هكذا نرسم ثلاث حلقات أو ثلاث خطوط على اليسار وخط على اليمين ولكن الخط على اليمين غير مهم هنا لأننا لا ندري لونه الآن اللون الأول هو الرقم الأول الرقم الأول إثنان نذهب إلى الجدول إثنان ما هو؟ أحمر إذن اللون الأول أحمر من الأفضل أن نقوم بتروينهم بشرة بالأحمر مباشرة من الأفضل حتى تكون إجابة منظمة الرقم الثاني هو اللون الثاني إذن ما هو؟ أسود إذن اللون الثاني أسود اللون الثالث هو عدد أصفار عدد أصفار كم لدينا لدينا 0-1 معناه ما هو معناه بني 0-1 معناه بني حذاري نخلط ما بين الأسود والبني الأسود معناه لا يوجد أصفار البني يوجد 0-1 إذن بني ونكتب له R2 معناه هذه المقاومة الثانية وفي الأخير أتمنى أن يكون هذا الشرح واضح وبسير وأي سؤال أو سيفسر أعزائي التلميذ اتركوا تعليق أسفل فيديو وسأجيب عنه في الفيديو المقبل ولا تنسوني من صالح دعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته